وصفة اليوم بيض اه بيض اول مرة اعمل بيض على القناة ممكن نحضره للفطور او للعشا اهلا وسهلا فيكم في قناتي بتنوروني ويلا نبدأ بسم الله بحتاج لاربع حبات من البيض هستخدم صحن عميق عشان اكسر فيه البيض واخلط فيه باقي المكونات اللي رح اضيفها بعد هيك تبلت البيض بملح وشوية فلفل اسود فيك تستخدم اي توابل او بهارات بتحبيها عندي حوالي معلقة كبيرة من البكدونس المفروم اضافته على البيض بتعطينا نكة لذيذة فلفل اخضر حار ممكن تضيفيه وممكن تستغني عنه اذا ما بتحبي الحار بخلط المكونات كتير منيح مع بعض بعد هيك رح اضيف جبنة عندي هان جبنة شدر ممكن تستخدمي اي نوع جبنة مفضلة عندك نصيحة مني ضيفي الجبنة على خليط البيض لانه اضافته مع خليط البيض مش فوقه بتعطينا شكل اجمل عند التقديم مقلة غير لاصق على نار متوسطة بضيف عليه معلقة صغيرة من الزبدة اضافة الزبدة مع زيت الزيتون بتعطينا نكة لذيذة لقليت البندورة بالبيض والجبنة عندي حوالي اربع حبات من البندورة قطعتها لشرايح ما تخلي الشرايح رقيقة لانها حتكون صعب عليك انك تقلبيها على الوجه التاني ولا تخليها سميكة لانه حتكون مدة استواها اطول طبعا فيك تزيدي او تقللي من كمية البندورة حسب حجم المقلة الموجود عندك طبعا هغطيها واتركها لمدة دقيقتين بعد هيك رح اقلبها على الوجه التاني وبرجع بغطيها وبتركها كمان ديتان حتى تنضج معاي تمام هيك البندورة عندي جاهزة هجلب الخليط تقليبة خفيفة قبل ما اضيفه على البندورة حتى اتأكد ان كل المكونات توزعت بشكل كامل هتركها على نار متوسطة لحين ما يبدأ ينشف عند البيض بمعلقة بساوي سطح البيض وبوزع الجبنة بالتساوي ع كل المناطق لحظوا البيض من حواف المجلية صار جاهز لكن المجلية لسه فيها سوائل من فوق رح اغطيها واترك البيض ينشف من فوق هيك صارت جاهزة شفتوا ليش حكيت لكم انو نضيف الجبنة مع الخليط مش فوقه عشان نحصل على جمال هالمنظر لانو القلاية غير لاسقة بسهولة قدرت اني انزلها في الطبق كمية قلاية البندورة هاي بتشبع عيلة كاملة لانو اضافة الجبنة عليها بتعطيها داسامة طعبها عن جد رائع بتمنى انكم تجربوا وتحكوا لي رأيكم في التعليقات كلوها وقدموها بالطريقة اللي بتحبوها وصحة وعافية هيك بيكون الفيديو خلص بتمنى انو يكون عجبكو اذا عجبكو الفيديو ياريت تعملولي لايك واذا كانت اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد بنسل على القناة من قناتي قناة احلى الوصفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة